طيب ازا تكلمنا عن التفاصيل الدقيقة لكل من هذه المختلفة فانا عندي فيه الموضوع اللي هنتكلم فيه عن الانترنال فيتشرز قبل ما تعرض الانترنال فيتشرز اللي هو الانتيريور اللي هو اللي هي اللي قاعدة بداخل الرايت اتريم عاوز اتكلم عن نبزة سريعة عن شكل الرايت اتريم كاكسترنال فيتشرز لو جينا نبص لمنبرة هلاقيه كوادرانجولر انشيب يستقبل فتحة السوبيلو فيناكيفا من اعلى وفتحة الانفيرو فيناكيفا من اسفل الرايت اتريم السيكنيس بتاع الول بتاعه حوالي 3 ميلي وهنجد على السيرفس من برة فيه جروف يسموه سالكس ترميناليز يمتد من الرايت مارجن افزا سوبيليور فيناكيفا توزا ريت مارجن افزا انفيريور فيناكيفا يناظر هزا السالكس ترميناليز من الداخل ماسكولر ريتج يسموها كريستا ترميناليز طيب ازا جينا نبص للانتيرنال فيتشرز يعني ماذا يوجد بداخل الرايت اتريم ماذا يوجد بداخل يعني لازم اقطع الرايت اتريم افضل الطرق لبيان الانتيرنال فيتشرز افزا ريت اتريم ان احنا نعمل ال شابد كت اطع على شكل حرف ال ال بحيس يكون الرايت مارجن اوف زي هارت اللي هو المارجن اوف زي اتريم هو الاجزس هو السابت واقل بالجزء المقطوع كي يظهر كتريانجولر في لاب بهذا الشكل طيب ازا اعملت قطع في الرايت اتريم ونظرت هنجد ان الرايت اتريم الانصيب بتاعه الانتيرنال فيتشرز مقسومة الى قسمين اتنين انتيريور رف وول اللي هو المقلوب ده وبوستيريور سموس وول اللي هو الانتير اتريال سبتا الانتيريور رف وول مفصول عن البوستيريور سموس وول بمسكولر ريتج من الداخل تمتد من الرايت مارجن اوف زي سوبيلو فينا كيفا توزر ريت مارجن اوف انفيريور فينا كيفا اللي كان قابلها من برا السلكس ترميناليز من الداخل المسكولر ريتج ديت يسموها كريستا ترميناليز يخرج من الكريستا ترميناليز عدد كبير من الترانسفيرس ماسكولار ريجيس تخرج كأسنان المشت like the teeth of a comb تخرج من الكريستا ترميناليز وتمتد ملتصقة أدهرند to the underlying surface of the anterior wall وتعطيه الرف consistency ده بخصوص الانتيريور ماذا عن البستيريور wall of the right atrium اللي هو الانتر اتريال سيبتم ملامح التشريحية بتاعته فيها ايه فيها واحد oval shaped depression يسموه فصة أوفاليز كانت تمثل في الجنين فتحة تصل الright atrium بالright ventricle اسمها فورة من أوفال هذه الفتحة قفلت بعد الولادة وتركت مكانها يسموه فصة أوفاليز the upper margin of the فصة أوفاليز is elevated area هيسموها annulus annulus ovales أو يسموها limbus فصة أوفاليز طيب كما يوجد هناك ثلاث فتحات كبرة فتحة الورفس أو ثم فتحة صغيرة تمثل the opening of the coronary sinus ايه هو coronary sinus ده عبارة عن large venus channel هتلم كل the venus drainage of the heart تقريبا وتوجد على the back of the right atrium فتحتها بداخل the cavity of the right atrium في الـ inter-atrial septum وعلى وجه الخصوص في الـ area اللي تقع بين فتحة وفتحة تانية اسمها فتحة الفتحة اللي تصل بالرية فتوجد هنا فتحة على هذا الاساس الفتحات الموجودة عني فتحة 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 بالإضافة إلى الفصة دي كانت الملامح الرئيسية الموجودة بداخل ال-right atrium طيب إذا تطرقنا إلى ال-right ventricle اللي هو التشمبر التانية اللي جاية ال-right ventricle هون تشوفها في الديجرام اللي بعد كده ده ال-right ventricle ال-right ventricle ك-external feature من بره كلام العام بتاعه إن ده بيكون major part of the sternocostal surface وبالتحديد على وجه الخصوص ال-right two thirds السيكنس of الزوال of right ventricle حوالي تسعة ميلي يعني تلاتة قس اثنين للسيكنس بتاع ال-right atrium ال-upper part of the right atrium كان شكل كونيكا ال-in shape بيسموه زي كون أو زي infان دبيولم اللي عنده بيتفرع أو بيطلع البالمونري ترانك ويتفرع إلى الفرعين بتوع ال-right وال-lift بالمونري طب ماذا يوجد بداخل ال-cavity of the right atrium هيبني الكلام ده من خلال L shaped incision أو cut قطع على شكل حرف ال-L هيمشي across the wall بحيث يكون inferior margin of the heart اللي كان بيعمله ال-right ventric اللي هو ال-axis هو جزء السابس اللي مش يتقطع وبالتالي أنا أقلب جزء المطوع اللي كان على شكل حرف L أقلبه ويكون هو ده anterior wall وهيظهر بهذا الشكل ده anterior wall بعد ما أنا قطعته وقلبته لبرة فهيظهر الكافتي of the right ventric المقسوم لtwo parts large in-flowing rough part و small out-flowing smooth part دي بتلي ناخد أولا large in-flowing part large in-flowing وكان rough دي مميزاته rough ليه نتيجة وجود عدد كبير من irregular muscular regis هيسموها trapeculi carny هي دي irregular muscular regis scattered all over the in-flowing part يسموها trapeculi carny بعض من trapeculi carny بعض من هذه irregular muscular regis تمتد من ال anterior ventricular septum إلى anterior wall ويسموها moderator band كما يوجد أيضا عدد من ال conical muscular regis تتبعصر أو تنتشر مبعصرة عبر different walls of the right ventricle ده ده anterior wall بتاعه ده inferior wall بتاعه وده septal wall بتاعه يبقى له ثلاثة walls septal wall و inferior wall و anterior wall هنجد هناك عدد ثلاثة small conical muscles يسموها papillary muscles وحدة anterior وحدة وحدة septal anterior papillary muscle هي largest ودية اللي مسكة في anterior wall أما posterior papillary muscle هي الأصغر ومسكة في inferior wall of the right ventricle أما السيبتة البابلري muscle فمسكة في anterior ventricular septal وظيفها ايه هذه البابلري muscles وظيفها انها تتحكم في اغلاق وفتح الصمام الفاصل بين ال right atrium وال right ventricle اللي اسمه tricuspid valve عن طريق عدد من الخيوط قد الانتير بابلري muscle وقد البستير بابلري muscle وقد السيبتة البابلري مصري هتتحكم بقى في اغلاق او المساهمة في فتح واغلاق هزي ال orifice او هزي او هزا الفالف اللي اسمه تركاز بالف عبر ده تركاز بالف اللي هو ال opening الفالف الفاصل بين ال right atrium وال right ventricle هتتحكم في عبر خيوط تشب وترية يسموها cordy تنديني تطلع بهذا الشكل من كل بابلري muscle cordy تنديني تتحكم في حركة الصمام الفاصل بين right atrium and right ventricle اسمه tricuspid valve او right atrium ventricle valve فالcordy تنديني اللي خارجه من anterior بابلري muscle هتمسك في ال edges طبعا سموه tricuspid valve ليه لانه لك تلاتة cosp تناظر ثلاثة بابلري muscles cosp anterior و cosp posterior و cosp septal فالanterior بابلري muscle الكور تنديني بتاعتها هتمسك في edges of the anterior and posterior من ورى posterior cosp اما الكور تنديني of the posterior بابلري muscle فتمسك في edges of the posterior and septal cosp of the tricuspid valve اما septal بابلري muscle فكانت الكور تنديني اللي خارجة منها هتمسك في septal and anterior cosp of the tricuspid valve دي كانت بخصوص الكور تنديني والبابلري muscle اللي كانت خارجة من اللي كانت خارجة من cavity of the right ventricle طيب ماذا عن الاوت following part الجزء التاني اللي هو الاصغر الاوت following كان smooth الاوت following part اللي هو upper part of the cavity of the right ventricle كان smooth وكان يوجد هناك conical shaped area هي سموها infundibulum infundibulum يعني cone like هذا infundibulum هو مدخل لvalve الفالve ده اسمه pulmonary valve يؤدي الى ويؤدي الى البالمونary trunk اللي يتفرع للفراهين بتقوه ده كان بخصوص الا structures او الانترنال features of the right ventricle طيب ماذا يوجد الفالve الموجودة في ال cavity افزرا في اتنين فالve زي ما احنا قلنا في تركاظ بالف وفي بالمونary بالف التركاظ بالف هو structure occupying the orifice orifice يعني فتحة between the right atrium and right ventricle يبقى الفتحة ديت يشغلها الفالve هذا الفالve مكوة من ثلاثة cusps anterior cusps posterior cusps and septal cusps هذه الcusps تمسك فيها الكوردي تنديني اللي كانت خارجة من البابلري مصل اما الفالve التاني فكان اسمه بالمونary valve هذا كان يشغل نهاية الانفنديبلوم و بيكون او يشغل الفتحة المؤدية الى البالمونary valve هذا البالمونary عفوا هذا البالمونary valve كان له ايضا 3 cusps 2 anterior و 1 posterior طيب ندخل بعد كده على اخرى الاتشمبر اخرى الاتشمبر دي كان اسمها lift اتريم ننظر الى internal features of the lift اتريم ده اتريم ده السوبيرو فينا كيفا و ده الانفيليور فينا كيفا lift اتريم الراكب عليه من فوق كان السيراس بريكارديا اللي عمل التشانل وكانت لفة كانت هنا عامل يعني كان والأسن جوارت عامل الها ودخلهم يلفهم واحد وده كان السيراس بريكارديا ده السينس اللي كان اسمه سينس lift اتريم بتاعنا موضوعنا احنا ده اتريم انا هعمل فيه القط ده المرات على شكل حرف يو شكل حرف يو بحيس ان البوردر التحتاني ده هو الاجزس السابت واقلب الكط حرف يو اقوم جاي قلبه اعمل حرف يو الحرف يو من تحت لفوق لشمال واقلبه على ايفين على ورا هنجد اين هنجد فيه فتحة هتصل الفتحة ديت يسموها كانت يسموه ميترال فالف او ليفت اتريو فنتريكولال فالف او باي كاسبت فالف ليه لان هزي الفتحة كتلاها اتنين كاسبس بس واحدة انتيريون واحدة بستيريون طيب كان معظمه سموس يعني فيش فيه ماسكولاي بكتناتي كتير الترانسفيرس ريجيس اللي كانت موجودة في الرايت اتريم وكان اسمها في الليفت اتريم وكانت موجودة بالقرب من خارج من الليفت اتريم على يسار البلمونري ترانك اسمه ليفت اوريكل هذه المسكولاي بكتناتي اللي كانت موجودة بالقرب من هذا الليفت اوريكل اللي هو البروجيكشن اللي طالع من الليفت اتريم طيب ويوجد ايضا اربع فتحات اربع فتحات فور اتنين كانوا ليفت واتنين كانوا رايت دا كانت اللي بتمثل طب ماذا عن بعد كده ماذا عن دا الهارت دا الريت اتريم والريت فينتركل اما دا كان الليفت فينتركل السوبيل وفينتركل والإنفيل وفينتركل ودا الهارت شوف الليفت فينتركل الليفت الليفت فينتركل الليفت 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 ازا جينا نتكلم على الملامح العامة الاول من برا هتقول انه بيمثل تلت او ويمثل ايه من تحت السيكنس يمشي عبر الهول of the lift ventricle بحيث ان lift border هو السابت يكون الاجزة السابت واقلب عليه هذا الفلاب هذا الفلاب هذا الجزء اللي انا قطعته فهنجد cavity of the lift ventricle مقسوم برضو لقسمين اثنين infflowing وقود following part infflowing part اللي هو rough part كان rough لانه كان مليان عدد كبير من irregular muscular ridges هيسموها trapeculi carny هذه trapeculi carny scattered all over the anterior and posterior wall ونجد ايضا عدد من conical muscular projections يسموها papillary muscles واحدة anterior فقط في الانتيريور وال واحدة ايضا posterior مسكة في الانتيريور وال ويخرج من هذه هي الـ papillary muscles الاثنين الانتيريور والبوستيريور عدد من الكوردي تنديني تتصل وتتحكم في حركة الميتر الفالف الفالف الواصل بين الليفت ايتريام من وراء واللفت فنتريكل من قدام هذه الكوردي لايك سريتز يسموها كوردي تنديني هتمسك في واحدة انتيديور طالع من الانتيريور بابيلر مصل تمسك في الانتيريور كاسب واحدة تمسك من وراء في البوستيريور كاسب اوف زي ميتر الفالف ده كان بخصوص الانفلوينج بارت الاوت فلوينج بارت لو شلنا الكلام ده هنجد وراء عند بداية الاسننج اورطة ويسموها الفيستيبيول لاحظ ان الفيستيبيول في الليفت فنتريكل هينظره الانفانديبيولم في الرايط فنتريكل هذا الفيستيبيول المنطقة الواسعة من الاوت فلوينج الابر بارت اوف زي ليفت فنتريكل بتكون على اتصال وامتداد بالاورتك اوبنينج اللي تؤدي الى الاسننج اورطة البلد سابلاي اوف زي هارت كان يشمل شقين اثنين ارتيريال سابلاي وفينيس درينج الارتيريال سابلاي اوف زي هارت كان عن طريق طوق ارتريز اسموه كوروناري ارتريز ده الهارت قادر راية اتريام السوبيلول والانفيدور فينا كيفا ودر راية فينتريكل اللي طلح البلمونري ترانك ده الاسننج اورطة كان قاعد ورى من هنا قاعد بدايته كانت قاعدة ورى البلمونري ترانك البلمونري ترانك كان محاط بتو اه واحد طالع من اسمه والتاني طالع من اسمه طيب عندنا اتنين واحد ناخد ناخد الارتري. كاي في جسم في الانسان. اي في الدنيا كلها لما نجي نتكلم عليه. عندنا محور الكلام بتاعتي. البيجينينج او الوريشن. الكورس وريليشنز. الاند او الترمنيشن ثم البرانشنز. تعالوا نتكلم على البيجينينج بتاعه هي والكورس. ننظر كويس لما كان خروج الراية كورونري ارتري. الاسن جاء ورطة. الاسن جاء ورطة كان يوجد عند بدايته سري دايلاتيشنز. كل دايلاتيشن هي يناظر الكسب اللي خارج منها الأورطة الأورطة خارج من أو محدود بدايته بفالف اسمه أورتيك فالف الأورتيك فالف كان فيه 3 كاسبس واحدة أنتيريور واثنين بستيريور اثنين بستيريور دل واحدة راية واحدة ليفت هينظرهم في جسم الأسننج أورطة فولول بتاعه سري ديلاتيشنز كل ديلاتيشن يسموه أورتيك ساينس عندي واحد أنتيريور واثنين بستيريور اورتيك ساينس من الأنتيريور اورتيك ساينس من هنا هيخرج ال towel الأول نرسمه ونحركه ونتكلم بعد كين عن الكورس بعد ما نستوعبه بعيوننا قدر راية كورونير أورتري خارج من ال�� الاورتك ساينس في بidayته كان لايز زراية اوريكل اند بلمنا Awards يدخل الكوروناري جروف يمشي في الكوروناري جروف تو زراية سايد ثم بعد كدة هينقلب يمشي في الكوروناري جروف من ورا او مش في الكوروناري جروف فروم زي باك وينتهي في كوروناري جرووف بينه يعمل الاستموزز , ادي ما كان الاناستموزز مع مين عارتري جايله من ناحية التانية هو امتداد الليفت كوروناري اللي اسمه سيركامفليكس ارتري دي كانت نهاية الراية كوروناري ارتري البرانشز اللي هتخرج منه احنا هنرسم البرانشز الكبيرة والبرانشز الصغارة نشاور عليها بالايه بالمؤشر ونتكلم عليها اول ارتري يخرج يمشي على اللور بوردر اوف زي هارت اللور بوردر اللي كان بيعملو الراية فنتريكل يسمو هذا الارتري مارجينال ارتري لانه مشي على الانفيريور مارجين اوف زي هارت المارجين الارتري يمشي على الانفيريور مارجين من قدام لحد لما يصل للايبكس ويعمل اناستوموزز اناستوموزز ده يكون مع مين انا اتكلم بعد شوية من الكوروناري ارتري من ورا من الكوروناري ارتري من ورا هيخرج انازر برانش هيمشي في الانتر فنتريكولار جسالكس من ورا فيسموه انتر فنتريكولار ارتري نرسموه تاني كده نمسحو نرسموه ده الانترفنتريكولر. بس انترفنتريكولر فرن بهايند فيسموه انترفنتريكولر ارتري. هيمشي في الانترفنتريكولر سالكاس. رايح نحت هيسومة ينتهي هنا باناستوسيس من قدام مع اناظر اسمو انتيريور انترفنتريكولر. جاي من الليفت الكوروناري. طيب دلو الاتنين بيك برانشز اللي كانوا خارجين من الراية كوروناري. اللي ان هناك بعض اللي اسموه الارتريز مش هقدر ارسمعنا لكن نشاور عليها اول ارتري من الارتريز الصغيرة كان ارتريز ريح يغزل انفانديبيولم اوف زي بالمونري ترانك انفانديبيولم بتاع الريت فندريكل اللي هو كان بيطلع على البالمونري ترانك هذا الانفانديبيولم كان كون لايك فيسمو الارتري اللي خارج له سموه رايت كونل ارتري كونل جاي لكونس ارتريوزاس اللي هو الارترز التانية الصغيرة كانت صغيرة تغزي ثم في بعض من الارتز صغيرة الاخرى هتغزي بسمها هتغزي يبقى عندي كون الارترز للبرموناري ترانك او ثم اتريال ارترز وفنتريكولر ارترز ثم بيك ارترز اللي همه المارجنال والبستير والانتر فينتريكولر الا ان هناك شوريان مش عايزين ننساها اسمه ارتري زات سابلايز زي ساينو اتريال اتريال نود الساينو اتريال نود ديت ده الباسميكر بتاعت الارت هيجي لها شوريانين اتنين يغزوها واحد من الراية كوروناري تقريبا هيغزيها بستين في المية من حاجتها والتاني من الليفت واحد من الراية كوروناري والتاني من الليفت كوروناري طيب البستيريور انتر فينتريكولر ارتري اللي كان هيغزي البستيريور سيرفس غالبا هايغزي ايضا البستيريور بارت اوف زي انتر فينتريكولر سيبتا ده كان الديستريبيوشن او البرانشيز اوف زي راية كوروناري ارتري ماذا عن الليفت كوروناري ارتري شوف البداية بتاعته ده الليفت كوروناري ارتري خارج من الليفت بستيريور اورتك ساينوز مشي بين الليفت اوريكل والاسنينج اورتا حتى وصل الى الكوروناري جروف ثم انقلب انقلب فقلبته لف لما لف فعمل الارتري الملتف التف وانتنى فيسموه سيركمفليكس ارتري اللي هو الكونتينواشن او زي الليفت كوروناري هيلف عشان يروح للكوروناري جروف من وره راح للكوروناري جروف من وره يمشي في الباك اوف زي كوروناري جروف ويروح يعمل انستوموزيس مع الريت كوروناري ارتري انزي باك اوف زي كوروناري جروف الارتريز اللي خارجة منه ارتريز كبيرة وارتريز صغيرة ارتريز كبير انتداده اللي هو السيركمفليكس واحد والتاني اللي اسمه انتيريور انتر فنتر كولار بعض الناس يحبوا يسموه انتيريور ديسيندينج الانتيريور انتر فنتر كولار من اسمه ده ديسينز انزي انتر فنتر كولار سالكس بين الراية الليفت فينتركل والراية فينتركل باسنج تورد زي ايبكس ويرت اناستوموزيس يعمل اناستوموزيس مع مين مع البوستيريور انتر فينتركلر ارتري طيب هناك بعض البرانشيز الصغيرة زي ليفت كون الارتري او كون الارتري لي يبقى هو يساهم قدين البرانشيز صغيرة تغزي الليفت اتريا من وراء واللفت من قدام لانه ايضا يغزي الانتر فينتركلر سيبتم بارتمونيبال انتر فينتركلر سيبتم جزء منه خدبي الانتيريور يتغزى بالانتيريور انتر فينتركلر والجزء الاخر يتغزى به البستيريور انتر فينتركلر ارتري ثم يلف من وراء يديني زاير رايح للس اي نودي سام بحوالة اربعين في طول كان البيجنينج الكورس البرانشيز اوف زي كورونري ارتريز زت سابلاي زي كاردياك ماسكوليتشر طب الفينيس درينيج اوف زهارت الكاردياك ماسكوليتشر بعد ما تغزت بالارتيريال سابلاي خادقة الاكسجين والنيوتران الفينيس درينيج اللي راجع منها هيرجع عن طريق المسارات الاتين الرايت اتريام داخل فيه من فوق السبير والانفيرو فينا كيفا الرايت فينتريقل طالع منه البلموناري ترانك الليفت فينتريقل كان طالع منه الاورطان هناك سري بيج روتس هتمثل الفينيس درينيج اوف زهارت اول روت كان فيه بيج فينس اتشانل تقع فيه الباك اوف زي باك اوف رايت اتريام ويسموه الكورونري ساينس اللي كانت فتحته في الانتر اتريال سبتم بالقرب من او ميدوي بتوين زي انفيريور فينا كيفا اوبنينج اند اوبنينج اوف زي ترايكاس بتفالف طيب الكورونري ساينس ده هذا الجبر وريد الكبير اللي هيمثل معظم اللي معظم الفينيس درينيج اوف زي كاردياك ماسكوليتشار بتصب فيه هتصب فيه الاوردة الاتية اول وريد اسمه جريد كاردياك فين جريد كاردياك فين ماشي في الانتيريور انتر فنتريكولر سالكاس كان ماشي معه ومجاورا للانتيريور انتر فنتريكولر ارتري هيمشي من الانتيريور انتر فنتريكولر سالكاس يروح يلف عشان يصل للكورونري جروف انظباك هيروح يلف في بتواريني جروه ويصل إلي الباك حيث ما يتحد معه أو يدخل في السينس الفين التاني اسمه ولا الكاردياك ماشي في البستيريور انترفين تريكو 그렇게 كان ماشي في هذا المكان البستيريور انترفين تريكو twice اللي كان جاي من الرايت كران ري آرتري ثم هنجد فين آخر اسمه سمول كاردياك فين والفين ده كان ماشي على الانفيريور مارجين اوف زهارت اللي كان الارتري اللي كان ماشي معاه كان اسمه مارجين الارتري. هذا الاسمه هيلفه هو الاخر حوالين الانفيريور بوردر من اجل انه هو يصل للكورونري جروف انزباك حيث ما ينتهي في الكورونري ساينس واخيرا هناك فين ماشي من الخلف في الباك اوف ليفت اتريام فهيسمه اوبليك فين اوف ليفت اتريام هذه الفينز كلها هتصب وتكون الكورونري ساينس اللي هيصب الفينز بلات بتاعه في الراية اتريام وهناك فين اخر مش موجود اسمه بستيريور اوبليك فين اوف ليفت فينتريك اللي مش موجود فيه رسمتنا هنا طيب ده اول محور من محاور الفينز درينيج اوف زهارت اسمه كورونري ساينس ويستقبل اربعة بيج فينز جريت كاردياك ميدل كاردياك سمول كاردياك و اوبليك فين اوف ليفت اتريام اللي بيسموه الفين اوف مارشال مجموعة الفينس درينوجي الأخرى هي عبارة عن small veins مشي على الول اوف زرايت اتريام سموها الانتيريور كارتياك فين هي مشي جاية من الول اوف رايت فينتركل وتمتد للول اوف رايت اتريام بتفتح مباشرة في الكافيتي تخترق الول وتفتح في الكافيتي اوف زرايت اتريام بدايتها كانت من على الرايت فينتركل وهنايتها كانت في داخل الكافيتي اوف زي رايت اتريام اسمها انتيريور كارتياك فينس عددهم من 3 الى 4 ثم مجموعة فينس اخرى مبعصرة عبر كل الولز اوف زهار تخترقه وتشبه الحبال الصغيرة في سموها فينا جاي من فينس كورديس جاي من كوردس يعني حبال ميني ماي يعني الصغيرة الحبال الوردية الصغيرة مبعصرة عبر مختلف حجورات القلب وتصب مباشرة في الكافيتي اوف زي كوررسبوندينج اتشيمبر اشتركوا في القناة